الله وصل على محمد وقال محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل البلائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إلى حتى بطلع الفجر ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بغع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون غائرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السباوات والأرض وما بينهما لا إلا بالحق وأدل مسمى وإن كثيرا من الناس بيقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعبروها أكثر مما عدروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجلمون ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعين الصالحات فهم في روضته يحذرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمل في السماوات والأرض وعشيا وحين تخفرون يخرج الحي من البيت ويخرج البيت من الحي ويحيي الأرض بعد الارتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم موثلة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار والتغاءكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياته ينيكم البرق خوفاً وضمعاً وينزل من السماء ماءاً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيبادكم من شركاء فيما عزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نخصل الآيات لقوم يعقلون فلاتبع الذين قلموا أهواءهم بغيث علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيثاً فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حسب بما لديهم فهيكون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصرهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أغلقوا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يجيدون وجه الله وأولئك أم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وضر الفسال في البن والبحر بما كسبت أيدي الناس ليفيقهم ليفيقهم بعضا الذي عملون علمهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأغل وجهك من الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا نرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياتي أن يرسل الغلاح مبشراته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ولتجري الفلك بأمنه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقبنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الزياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترا ودق يحفج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من حباده إذا أم يستبشرون وإذ كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبلي لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حنفر أو مصر من لظلوا من معنى يكفون فإنك لا تسلح الموتى ولا تسلح الصن الدعاء إذا رأى المدبرين وما أنت بها بالعمي عن ضلالتهم إن تسلح إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يغفثون وقال الذين أموتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فآبى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومه لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتقون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وإن جهتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يرضع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقعون آمنا بالله صلق الله العلي العظيم اشتركوا في القناة